وأرحب مرة أخرى بضيفي المهندس علاء الساقتي رئيس التحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهندس علاء كنا نتحدث عن استفادة القطاع الصناعي من مبادرة حياة كريمة ومسألة توطين الصناعة تشكل أولوية قصوى للقيادة السياسية لنتحدث عن مسألة تلبية جميع احتياجات تنفيذ المبادرة من خلال الصناعة المحلية كيف تنظر للعوائد الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ برضو هرجع أقول لحاجة تاني مساء الصورة برضو طبعا حاجة لما تيجي تقولي النهاردة أن في 600 مليار هينضخوا في شرعين الاقتصاد المصري في إعادة إعمار القرى وده واقع الأمر لأن انت بتعيدي إعمار قرى أعتقد لو الناس شافتها قبل وبعد هتصاب بحالة غير طبيعية من الدهشة أن الناس دي كانت عايشة بالطريقة دي خدي بالك أن انت عندك دول حواليك النهاردة محتاجة إعادة إعمار الموضوع ممتد الموضوع لا ينتهي على القرى وحياة كريمة لا ده تمهيد القيادة السقسية عملها لأن عندك دول كاملة بقول لحضرتك هتخش لها إعادة إعمار الفترة الجاية فأنت لازم تهيئي نفسك وتهيئي مصانعك وتهيئي عمالك لهذا العمل دي نقطة أولية الموضوع مش موضوع بس الفلوس دي الموضوع أن الناس نفسها اللي في القرى هتبدأ تعمل وهتبدأ تشتغل وهتديلها مشاريع الدولة محتاجاها في نفس التوقيت موحاك لما تيجب تربط الأحداث البعضية هتدرك أو إحنا كلنا ندرك أن فيه توجه كامل لإنعاش الصناعة في مصر فيه قرارات طلعت الفترة اللي فاتت دي أن ما ينفعش منتج سيء يخش جواه مصر يعني معنى كده أن لن يدخل جواه مصر من الأسواق العالمية سوى المنتج الجيد والمنتج الجيد له تكلفة إذن المنتج المصري سيستطيع ببساطة أن ينافس المنتج اللي جاي من بره الفترة السابقة كان أي منتج أيا كان بيخش مصر فالنتيجة أن كان المنتج الرضي اللي سعره رخيص اللي حضرتك أو أنا أو غيري بنشتريه وبعد شهر شهرين ثلاثة بيبوز وإهضار لفلوسنا النهاردة مش يحصل الكلام ده فتلاقي كل الاتجاهات ماشية في سكة واحدة اللي هي النهاردة تشجيع المنتج المحلي تشجيع المستثمر الصغير تشجيع أهل القرية أنه يبدأ ينتج مش مجرد النهاردة تبقى زراعة لا ممكن تبقى هندسة الزراعة ممكن تبقى صناعة الزراعة كل هذا الكلام بيمشي بنفس الطريق وتوازي مع بعضه وهتلاقي عشان كده كل الوزرات بتعمل في نفس الطريق إذن النهاردة هتلاقي بعد فترة زمنية لا إن المجمعات الصناعية بدأت تنتشر المنتجات المصرية بدأت تحل محل المنتجات اللي حضرتك بتجيبها من بره أو كنا بنجيبها من بره بصورة فعلا فعلا سيئة للأسف الفترة السابقة يعني قبل الثورة كان التاجر يستطيع أن يهزم الصانع النهاردة لا كان الدولة بتشجع التاجر أن هو يجيب أي أن كان إيه اللي هيجيبه منتجات من الخارج ولم تشجع الصانع النتيجة أنك أصبحت دولة مستوردة على أعلى درجة لا اللي بيحصل النهاردة مش كده اللي بيحصل النهاردة أنك بتعيدي فعلا صناعة في مصر بتعيدي أنك كان عندك صناعة كويسة جدا في يوم الأيام وكنت متقدمة فعلا صناعيا كل الكلام ده أنت بترجعيه تاني وبربطه برضو تاني وأقولك عليه بأفريقيا اللي دائما أذكرها أنت النهاردة أفريقيا بتنظر لك كقدوة هتنجحي في هذه الصناعة هتنجحي في أحياء الصناعة فعلا هتنجحي في عادة تعمير القرى كل الكلام ده هما بينظروا لك أنت أصبحت في بؤرة اهتمام دول كتير حواليك ودايما اللي بؤرة الاهتمام بيبقى عليه مسؤوليات إحنا فعلا علينا مسؤولية كلنا ما هو كلنا لازم نشتغل مع بعض وعلينا مسؤولية أن هذا المشروع ينجح لازم ما في حاجة اسمها فعلا حياة كريمة لازم ما في صناعات صغيرة تحل محل 70-80% من اللي أنت بتستورديه ما عندكيش حل غير كده وهو ده فعلا اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي طيب احتياجات القرى المستفيدة من المبادرة مختلفة طبعا ومتنوعة من واقع خبراتك كيف ترى أو تقيم قدرة المصانع على تلبية هذه الاحتياجات ما عليش أنا هستأذن حضرتك بس الصانع المصري يستطيع انتاج تقريبا كل حاجة ولكن ادي له الفرصة وهو ده اللي النهاردة القيادة السقسية بتعمله النهاردة بتقولك خدي هذه الأجزاء أو هذه الخامات من المصانع المصرية خلاص يبقى هو بيدي فرصة للصانع المصري اللي ينتج قضية ان احنا نعرف نعمل ايه ونعرفش نعمل ايه لا احنا نعرف نعمل كل حاجة بس ادي الناس فرصة زققهم في السكة دي وهتلاقي نتايج فعلا مبهرة وده اللي حصل عندك شباب طالع جديد دلوقتي لما لقى الفرصة بالنسبة للمشارعات الصغيرة بدأ فعلا يعمل حاجات احنا نفسنا ما كناش مصدقين ان في عندنا شباب يقدر يعمل كده وده حصل فعلا فالنهاردة لا تقدري تعملي كل حاجة تقدري تبطلي تشتري من بره كل حاجة طبعا انا برضو بتكلم على جمل واضحة ان النهاردة المشارعات الصغيرة هي مشروعات تكنولوجيا مش عالية تكلفتها قليلا يسهل التدريب والتعلم وانتاجها اذا ان تقدري تعملي هذا الكلام قضية انك ما تقدريش تعملي لا اسف ده هذا الكلام غير وارد وما علش لو مش تقدري تعملي انت ممكن تشتري التكنولوجيا ده سهل اذا ان النهاردة ادي بس الفرصة وهو ده اللي بيحصل دلوقتي الكلسة بتدي الفرصة للي عايز يعمل انا بقول من وجهة نظري ان الشباب النهاردة اللي مش هيعمل مشروع يعني اعتقد هيبقى صعب جدا ان يعملوا بعد كده كل واحد النهاردة عنده طاقة معينة الدنيا بتفتح له عشان يستغل هذه الطاقة ويعمل حاجة اللي مش هيعمل ما يلومش خير نفسه بقى بعد كده فاذا انا وجهة نظري كبمثل قطاع المشروعات الصغيرة وفي نفس الوقت نائب رئيس اتحاد المستثمرين اللي هو بيمثل المستثمرين الكبار لا بقولك ان فرصة رائعة النهاردة لاي مستثمر صغير او اي شاب صغير عشان يبقى رجل اعمال في يوم من الايام ويقدر فعلا يحقق اللي هو عايزه هو يبدأ دلوقتي كل حاجة مفتوحة بالنسبة له سواء ماليا سواء النهاردة القياد الساسية بتقولك اللي جاي وحش من بره هيوقف مش هيخش طب ودي رسالة لايه انك تبدأ تعمل هنا بديك هو سبيس هو بديك امكانية انك تقدر تشتغل هنا وتقدر تنتج هنا يبقى اذا لازم نستغل هذه الفرصة اللي بيحصل دلوقتي ما حصلش قبل كده والله اعلم ايه اللي جاي بعد كده انا وجهة نظري النهاردة هذا العام هذا العام والعام القادم لازم نلحق نستغل هذه المزايا صح عندك طبعا مش عايز اعطي اتكلم بقول وفوايد البنوخ 5% والاراضي المتاحة لان دي عندك قانون لمشارعات الصغيرة واللاحة التنفيذية تتيح لكي انك تاخد ارض بالمجان